كثير الحديث الآن عن ما شاهدناها أمس من هدنة أو مصالحة سميها ما شئتم ما بين القوات النظامية وقوات الجيش الحر في ببيل ناس قالت معهم حق ناس قالت لا ما معهم حق ناس خونوهم ناس خسون عملاء إلى ما هنالك المهم زبدة القول فيما يتعلق بهذه النقطة هو الآتي أنه ناس سنتين محرومين من الخبز الأكل الشرب التعليم الكهرباء المي الهاتف الخروج حصار خانق ما الذي تنتظرونه منهم سنتين بعد هذا الصبر الاسطوري الذي ما سبقهم به أحد من قبل من التحمل والقهر والقصف والعذابات والاعتقالات في لجسة فقط في ببيل بل في كل الريف الدمشقي والغطى الشرقية ماذا تتوقعونه منهم يعني تنتظرون منهم أن يقولوا شعب السوري ما بينزل حتى هذه قالوها على فكرة ناس ترى أمراء الحرب يشتركون مع النظام في الحصار وسوق سودا وناس ما بتخاف الله ومو رايحة إلا على هالشعب المسكي قالوا بشكل مختصر كفى متاجرة كفى تنظيرا كفى تعليكا كفى مزاودة على أهل الريف الجنوبي الدمشقي الصابرين واحد قاعد في ملك الله يقول لك مصالحة الخنوع والإذعان ورافعين عالم النظام وين عالم الثورة شعبه قاعد على الفيس عخرطه رغيه لا يسمن ولا يغني من جوع واحد ما خله شتيمه إلا وشتمه لا ألبب بيله إنه ليسهوا هدنة ودخلوا خبزه وجل عندهم المحافظ يا خواني يا عملاء يا متخاذرين بتطلع بتلاقي شي مقيم في أمريكا شي ببريطانيا شي بقطر شي في الإمارات شي بسعودية شي بالسويد شي باللندن وعتنظير وحكي فاضي مزاودة على هؤلاء العذابات لا إمتى يعني بكفي كذب يعني ومتاجرة بآهاتها الشعب اللي التعى عن نفسه بكفي يعني حاجة يعني كذبه وعود فارغة الجوع كافر يا ناس ارحموا عزيزة قوم ذل كان الشعب السوري العظيم يقول ويهتف قبل ثلاث سنوات عند زيادة 1500 ليرة اللي ذكرتوها بداية الأحداث قال يا أبو ثاني ويا شعبان الشعب السوري مو جوعان بس الشعب السوري الآن مو بس جوعان ميت من الجوع ومات من الجوع 151 مات من الجوع اعتمد على الجيش الحور طبعا هذا كلام من القلب بصراحة اللي بده يزعل يزعل ومش فارقة يعني وعلك تائب وغيرها الحرب خدعة أنت ما بين طرفين متحاربين قوات النظامية اخترقت أمراء الحرب وغيرها بالمال ورجال الأعمال واخترقها للخارج بالمال الإقليمي وشراء الدمام يعني على مبدأ ثورة الفرنسية مش قادر أنت تساطر على ثورة خلاص تفجرها من الداخل والطيبين على فكر راحوا استشهدوا يعني ربما نعذر كثير من ينظر إلى هذا الأمر من أبناء الداخل بعين الصغط أنه لأن بيسأل حاله بيقول ما أقول نحن 250 ألف شهيد 200 ألف معتقل دمرت بيوتنا فقط من أجل في الأخير أن ندخل خبز وخضرة ولحمة وترجيع كهرباء أهل باببيلا رأيتهم بيضة أهل باببيلا والريف الدمشقي رأسهم مرفوع رأسهم يعني عقلهم برأسهم وبيعرفوا قلاصهم مثل ما بيقولوا للأهل الأول يعني ما جرى بالأمس في باببيلا المحاصرة من اتفاق المصالح بحضور المحافظ وضباط الحرس الجمهوري وعناصر من الجيش الحر وإقامة الحواجز المشتركة هو نتيجة طبيعية للخذان والكذب والموعود الفارغ سلاح الجوع كل الناس عارفا أنه صارت هدنة ببرزة والحواجز نصبت بأولها وبآخرها وفتح النظام السوري طريق مشفى تشريل العسكري وطريق التل وأمن عش الورور وقبل المعظمية وكمان مخيم ليرموك والحبل على الجرار حرب خدعة صبروا يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وسن وسنتين وبعدين يعني كلما طلبوا من الكتائب لك تعالوا فوقوا حصار ما بردوا طيب تعالوا فتحوا طريق كمان ما بيردوا طيب مش قادر أنت تحسن خلاص نسحب وروح قاتل النظام في القطاع العسكري والمطارات ليش قاعد هون الناس أصاب هالإحباط ماتت يعني تعرفوا شو يعني تشوف طفلك أنت يظلم يومين بدون أكل يعني يبكي يا الله أنا أبو بعرف شو يعني طفلك يبكي يقتلك ألف مرة قبل أن يموت واحد كتب أنا لا أحترم قائد يغرد على تويتر أكثر ما يطلق رصاص في معركة ولا أحترم قائد لم يدخل سوريا منذ شهور ولا أحترم قائد عسكري يقود جبهته من فندق ولا أحترم قائد لا يتقن إلا الكذب والبعبعة على الشاشات والبطولات الفارغة والشعب السوري ما أكلها وقائد يجس على كورنيش بحري يشرب الأرقيلة ويروح بسجل بيانة سينماية لانتصاراته الكذبة كل منطقة أدرة بشعابها وبأهلها يكفي مزودة ما بيطلع حدا يزاود على أهل الشان أو ريف دمشقي عقلهم برأسهم بيعرفوا غلاصهم وحنفوت بالسنة الرابعة كديش بكره الكلمة بذكرني بالفرقة الرابعة في شغلة أخيرة يعني حقولها لكن بعد ما نشوف هذا الكليب من الشيخ كان أحد يعني القائمين على هذه الهدنة ما خلوا مسبل لو سبوا فيها نشوفه للشيخ المشهد المصور الآن إلى العالم كلياته رسالة قوية جدا دعوا أبناء سوريا يحلوا أزمتهم ويحلوا ما حل ببلدتهم وببلدهم بنفسهم نحن الحل من هنا لا من الخارج نحن نريد حق نقدم السوري نحن نريد السلام للكل هذا الذي تسمعونه إنما هو من القلوب في ناس شافوا كتبوا عن هذا الشيخ الذي خرج على فكرة هذا الشيخ يمكن اسمه أناس ما أدري خرج في بداية الأحداث وهو يقول ودعا للسلمية هذا النظام لا يرحل إلا بالسلاح تغييرت المواقف السياسية صالحه فهو تخبز فهو تخضر أين يكن سموها أذعان سموها مصالحة سموها أين يكن يعني ليس زعلنين من اللي بره ينتقد هذا الشيخ وما بيحكي يعني واحد قاعد عيمينه واحد بالحرس الجمهوري عميد وجاء على يساره ومحافظ شو بدي قلك يعني بنيلع الروحه مثلا طبيعي هاي نقطة النقطة الثانية شو اسمه طالما أنه خلص اتلاف الوطني قاعد مع النظام في جينيب وجه لي وجه واحتكوا مع بعض لاسا وبعض ليش أنت عاب تستكتروا عاولاء الناس يقعدوا مع النظام وعا الجيش النظامي او مع الجيش الحر خلص واضح يعني بعدين في شغالة أخيرة قبنا نخلصنا الملف في ستة خواريف ندبحوهم للنظام في هذه المنطقة من يجبوهم هذا سؤال سأله كثير من الناس بكل أحوال الهدن يبدو في دمشق وحولها ماشية وأيضا تعريف الكثير ممن تاجر بهذا الشعب المكلوم طبعا هذا كلام من أجل لا يقول أنه واحد أنه ليك هذا يحمل الكتائب مسؤولية الحصار لا الذي يحاصر هذه المناطق هو النظام بالدرجة الأولى بكل أحوال الآن سنفتح ما يجري الآن في يبروت